اهلا بيكم قولولي بقى اي حاجة من دول تحب تجبوها من ايكيا على العيد اكيد كلنا بنحب نجدد في بيتنا او مطبخنا على العيد ومن الاماكن اللي بتشمل كل الحاجات اللي انت محتاجاها من ديكورات وزرع لرفايع المطبخ وحتى الاساس والنجف موجود في ايكيا ممكن انك تشتري منهم وممكن تخدي منهم افكار لديكورات بيتك او انك تصميميها او تعملي زيها بس تكوني اخدتي الفكرة وتكوني كمان اخدتي شكل الديكور وتشتري كمان كوبي انا دينا ودي قناتي اتمنى تشتركي معايا في القناة ولو عجبك الفيديو بس تقديرا منك لتعابي اعملي لايك وكومنت تقولي فيه رأيك في الفيديو كمان لو فيه حد من قريبك عرايس لسه بيجهزوا ابعتلهم الفيديو ده واعملي شير ليه في الجروبات او ليهم شخصيا او على الواتساب علشان ياخدوا هما كمان افكار انا قلت مش هيعدي رمضان غير لما ازور ايكيا وكمان اديكم افكار والاسعار هناك شكلها ايه طبعا الحاجات كلها غالية مولعة حاجات بسيطة جدا بتكون غالية قوي طبعا بتبقى غالية على ناس وناس تانية لا ممكن تخدي منهم اه الشكل وتجيبي زيه بالزبط في اماكن تانية البسكت ده يا بنات هو مش بسكت اه يعني مهملات اعزاكم الله وممكن كمان يتحطي كابوت تستخدميه كابوت للزرع سعره كان 69 جنيه تمام كمان الطبق اللي انا مسكته ده سعره 39 جنيه يعني 40 جنيه كل الاطباق اللي موجودة هناك تقريبا سعرها 40 جنيه بس الكبير طبعا اللي بالحجم ده كده 59 جنيه بيبقى مسطح كده وشكله لذيذ قوي ويشيك في نفس الوقت يعني اي حاجة بتلاقوها سادة كده بتبقى اشيك حاجة المطبقية البلاستيك كمان بمية تسعة وعشرين جنيه في منها هناك كميات اه كتير على فكرة بمية تسعة وعشرين جنيه زي ما قلت لكم الطابن البايركس المربع ده ده بيقضي حوالي فردين كده او تلاتة اه بمية تسعة وعشرين جنيه برضه اه طقم علب التلاجة ده يا بنات اللي في منه لون الاورنج ده وفي منه لون الاخدر بميتين تسعة واربعين كده زي ما شفتو فاكرين لما كان بسبعين جنيه وكان بتسعين جنيه وما غيري قوي بقى مية وعشرين بصوا بقى الاسعار عاملة ازاي انا فضلت وقفة باتحك يعني فصراحة انا ببص كده وبعد اتحك وبصور وخلاص انا بعمل علي الطبق ده برضه هو بتسعة وثلاتين جنيه يا بنات قيل لكم معظم الاطباق اللي بالقطر ده كده بتسعة وثلاتين جنيه معظمهم ده بقى غويت شوية يا بنات ده للغرفي ممكن يتحط فيه خضار يتحط فيه رز شكله شيك قوي برضه الليفة اللي بتبقى تلاتة مع بعض كده يا بنات بي تسعة وستين جنيه هم التلاتة كده مع بعض انا ما جربتهاش يا بنات حد بجربها فيكم وحلوة ولا لأ يعني انا كنت محتارة اشتريها ولا لأ وبشوفها كمان في اماكن تانية من اللي بتبيع حاجة ايكيا بقى ما متردده ان انا اشتريها الديسبنسر يا بنات بتاع السابون ده تحط فيه السابون السائل او اي حاجة يعني اه بتسعة وستين جنيه تمام القرورة دي او الزهرية او ممكن بتستخدم كشفشة كده للعصائر اه في رمضان او غير رمضان يعني حلوة اوي وشكلها شيك جدا جدا هي بالشكل ده كده اه سعرها تسعة وسبعين جنيه العلب البلاستيك دي برضو يا بنات بتاعت التلاجة بيبقوا تلاتة كده مع بعض بنفس اللون وبنفس الحجم يعني مفيش كبير وصغير كده زي العلب الاورانج اللي فاتت لأ هما دول بس وبتسعة وتسعين جنيه هما التلاتة المجات دي يا بنات مضلعة كده ازاز هي شكلها شيك جدا جدا كده وانا مسكيها بصراحة فاللي له بقى في المجات والاشكال المختلفة ليها المج ده حلو اوي بتسعة وسبعين جنيه المج الكبير اوي ده يا بنات عارفين انتو اللي اه هو تقيل اوي في اي دي كده ولو الكعب بتاعه او الكعب بتاعها تقيل جدا الكباية نفسها وحجمها كبير اوي اوي يعني اخدين بص يعني يعتبر خمس صوابع اللي ايد بتاعتها يعني بمية وتسعة تشر جنيه البولات دي بولات بلاستيك بتسعة وستين جنيه حجمها مش كبير ولا صغير متوسط كده هي شفافة يعني شوية بسيط كده بعد كده عندي الديسبنسر الاسود ده ده من البلاستيك خفيف اوي اوي المميز فيه انه هو ممكن ما يتكسرش زي الديسبنسر الازاز اللي انا ورته لكم يقع ما يحصل لهوش اي حاجة يعني بمية وتسعة تشر جنيه تحطي بقى على الحوت تحطي فيه السابون السائل تحطي الهاندوش زي ما انت عايز هنا دي الاباجورات يا بنات اباجورات الزغنانة الكيوت الحلوة دي تحكت بتحطيها على الكموت كده جنب السرير تحطيها على المكتب بتاع ابنك كده يعني تشجع انه هو يذاكر يعني دي كمان وحدة اضاءة يا بنات يعني زي نجفة كده بيقولوا عليها كشفات هي بتنزل من السقف كده بتلتمية تسعة وسبعين جنيه وده شكلها كده وهي متعلقة في السقف اكيد انتو عارفين كل المنتجات دي يعني مش اول مرة تعرفوها بس انا بقولكم الاسعار الجديدة اللي موجودة فيه اي كية ولو لسه بانوتا ما شافتش حاجة ممكن انها تاخد فكرة وتعرف الحاجة الجديدة ايه وتحب انها لو عايزة تشتريها الاربعة البرطمانات التوابل دي يا بنات بيبقوا كده اربعة مع بعض بس ما تفتحي الغطة انت تفتحه لكم ما تفتحي الغطة مفيش من جوه مخرم ولا حاجة لا انت تحطي معلقة فيه وتغديه بالمعلقة مش بيترش التوابل من جوه والاربعة برطمانات مع بعض بمية تسعة واربعين جنيه الكباية دي بتاعت شب مية كده يا بنات بتسعة وثلاثين جنيه بيبقى لونها ابيض كده شفاف هي من الازاز تمام برضو الشفشق ده لا مش شفشق ده الازازة دي برضو يا بنات غطى بتاعها من الفلين شكلها شيء جدا جدا بمتين تسعة وعشرين جنيه الازازة بس هي خفيفة جدا جدا والازاز بتاعها رؤية قوي قوي يعني نكمل بقى بقية التواجن البيركس اللي موجودة في ايكيا التواجن ده يا بنات كبير كبير لحد ما وتقيل حتى ما قدرتش اشيله يعني بتلتمية تسعة وسبعين جنيه مش هارف انا هي الاسعار يعني هي بالنسبالي بس انا مرتفعة ولا دي اسعار عادية الكباية الشفافة دي يا بنات زي فنجان كده بتبقى للشاي شكلها شيء قوي برضو بتسعة وتلاتين جنيه تستعمليها لأي حاجة تشرب فيها يعني شكلها لذيذ قوي وشيء جدا يعني وتعتبر رخيصة بالنسبة لباقي الاسعار اللي موجودة مع ان الكباية دي انا كنت جايبها بخمستاشر جنيه الساعة دي برضو شهيرة قوي ساعة الحائط دي يا بنات بمية تسعة وسبعين جنيه هي زي بلاستيك كده خفيفة جدا جدا بس هي مشهورة انها بتاعت ايكيا يعني البوت اللي هو زي الامونيوم كده يا بنات بس هو تقريبا من حاجة كده مجالفة اه حاجة اسمها صاج مجالف حاجة مش عارفة بتسعة وتلاتين جنيه ومش بيصدي وعندي منها اه حلوة تحط فيها الزرع تحط فيه معالق تحط فيه مثلا اقلام اه كأنه يعني منظم الاربع شمعات دول بدون رائحة بمية تسعة وسبعين جنيه شكلهم ضخم كده ويقعدوا معاك فترة طويلة دي بقى عبارة عن زهرية تحطي فيها الورد ممكن تحطي فيها آآ 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 زلط الملون ده لديكور شفافة كده من الازاز التصميم بتاعها شيك اوي يا بنات رفيعة كده من تحت وطلع على فوق كده بوسع شوية شكلها حلو اوي بتسعة وتسعين جنيه ده برضه عبارة عن منظم من البلاستيك بمية وتسعة تشر جنيه كان فيه منه اللون الاسود ده بس بس البلاستيك بتاعه شيك اوي يا بنات وبيلمع كده وخفيف يعني مش تقيل شكله حيبقى حلو اوي لما تنظمي بيه مثلا مكتبة تنظمي بيه دولاب مطبخ اي حاجة نيجي بقى عند الزرع الزرع الجميلة دي بميتين تسعة وتمانين جنيه وما تقولوا ليش ليه خفيفة جدا وصغيرة وبالسعر ده سبتها بقى زي ما هيرجع يا حبيبتي مكانك الأباجورة برضو الكيوت اللذيذة دي حلوة اوي للمكاتب يا بنات شيك اوي لما تبقى على المكتب بتاعك كده بتلتمية تسعة وتسعين جنيه وده شكلها اوي قبل ما تتركب قبل ما تتحط على المكتب كان بيبقى شكلها كده الفوانيس بقى يا بنات طبعا الفوانيس معانا طول السنة وفوانيس ايكيا حلوة كده وغنية عن التعريف وشكلها بيبقى شيك جدا مش لازم عالقان رمضان بس الفرنوس الاسود ده بميتين تسعة وسبعين جنيه الشجرة الجميلة دي يا بنات برضو عجبتني اوي شكلها مش اكتر يعني هو شكلها اللي عجبني مش سعرها بـ 299 جنيه ناس كتير بتبقى مغرمة بالزرع بالشجر يعني كويس ان يعني يشوفوا الفيديو ده ويعرفوا الاسعار برضو ويشتروا اللي هم عايزينه الازايز دي يا بنات حلوة قوي برضو اللوم بتاعها الازازة بتسعة وسبعين جنيه الكاز ده الواحد بتسعة وسبعين جنيه شفاف كده وخفيف بس شكله شيك جدا بصراحة نيجي عند الزرع تاني شكل تاني هو للبوت للبوت الزرع ده اخدر كله كده بالمنظر ده بس الرسمة طبعا مختلفة بتاعة الزرع بـ 299 جنيه مج القسوة ده يا بنات من البورسلين بيلمع كده وشكله شيك قوي بـ 89 جنيه حلو بيبقى شكله وحلو شيك كده للنسكافيه للشاي بلبن شيك جدا الزرع الجميلة دي بـ 499 جنيه زي كده زرعة صبار هي تقريبا بيبقى متدلي كده من الجناب الصبار بتاعها زي ما انت شايفين كده مفرش الاطباق ده برضو شيك قوي الغرزة بتاعته كده رفيعة وصغيرة كده ودخلة في بعضها مش برزة بـ 379 جنيه تحط بقى عالصفري تحط كاديكور في المطبخ كاديكور في الليفينج زي ما انت عايزة برضو المفرش ده برضو من الخوس بـ 379 جنيه هو بيضاوي كده يا بنات وزي ما انت شايفين كده من الجناب له رسمة مختلفة عن الأولاني ده بقى عبارة عن شفشق برضو الغطة بتاعه من الفلين بس يعني محكم كده وحلوة قوي بـ 449 جنيه برضو الإزاز بتاعه شفاف وخفيف قوي يعني دي بقى عبارة عن فرش التنظيف للشويات احنا عارفين طبعا الشويات ما بنشوي فيها اي حاجة ده طبعا بتتوسخ بسرعة جدا لازق فيها طبعا اللحوم لازق فيها المشويات اللي بنشوي فيها بيبقى التنظيف صعب جدا بتاع الشواية فدي كده الشعر بتاعها من السلك الخشن وناشف كده فهينضف حلوة قوي معاك السلة دي بقى يا بنات طلعة تريند قوي قوي اكيد انتم بتشوفوها على انستجرام على بنت رستا شيك جدا جدا ولونها جميل قوي قوي بتحط فيها بقى بتعمل كاديكور في الليفينج مثلا او في الصالة بتحط فيها شجر الزرع زي ما انت عايز البخاخة دي برضو جديدة هناك اول مرة شوفها كده اللون الزتي بتاعها ده بتسعة وثمانين جنيه غير مثلا البخاخة المعروفة بتاعتهم اللي لونها كلها ابيض دي بتسعة وسبعين جنيه نيجي هنا لشكل تاني كده من الزرع بوت زرع برضو بس له زهرات من فوق كده اللونها ابيض شوية كأنها يابنات زي الفل كده بتلتمية تسعة واربعين جنيه الفوت دي فوت مطبخ يابنات تلت قطع كده بيتباعوا مع بعض في باكت كده مع بعضهم التلاتة بألوان بقى مختلفة اللون اورنجي كده واصفر والمخططة دي اللونها الازرق دي بتسعة وتسعين جنيه هم التلاتة من المايكرو فيبر كمان ده شكل من الزرع زرع دي مش كبيرة يا بنات هي متوسطة كده ولا كبيرة ولا صغيرة اللي زي شجرة كده بس شيك جدا يعني شكلها عجبني جدا بس أرها ما عجبنيش ده بقى عبارة عن غطى من الفلين زي الفلين اللي متغطي بيه الزايز اللي ورتها لكو والشافشاء برضو بس ده للمجات للكبيات ممكن كمان تستخدميه كاكستر للكبيات بالشكل ده كده هيبقى محكم قوي كمان لو استخدم كغطى الشمعة دي كمان بنات من يعني رحتها فانيليا سعرها كان مية تسعة وعشرين جنيه من كباية بتاعتها كده برضو السلات دي برضو الشيك اللي تريندي حلوة قوي أحجام كده كبيرة زي ما انتم شايفين اللي سلة كانت بيه تلات تلاف ربعمية تسعة وتسعين جنيه ومغلفة جوه بال يعني زي بلاستيك شفاف كده بيحميها من جوه البوت بتاع الزرع ده حلو قوي برضو يا بنات متدلي كده الزرع اللي فيه بس هي صغيرة برضو يا شوفوها في ايدي صغيرة ازاي مش كبيرة ابدا بس شكلها شيء جدا يعني سعرها ده كان مش عارفة ما شفتاش ده بقى عبارة عن زرع شلال بمتين تسعة وتسعين جنيه ترين دي وطبعا معروف من آيكيا آآ من زمان يعني ده برضو زرع بس جديدة هناك ما شفتاش قبل كده فيها لون بيتي ازاي اللون الورد ده شكله حلو قوي كده ومفرح كده الزرع دي كانت بكام بثلتمية تسعة وهو خمسين جنيه بس شكلها شيء جدا جدا يعني اول مرة شوفها هناك شكلها جديدة البوت ده بقى لونه الروز الجميل ده في منه روز وفي منه أبيض الأبيض ده معروف من زمان يعني الروز ده جديد أول مرة شوفه بتسعة وتسعين جنيه ده أو ده آآ زرع اللونها برضو آآ الفتحة شوية دي اللي هو الورود يعني معروفة برضو هناك من زمان يعني اللي بعرف أجيب لكم السعر بتاعه يا بنات بجيبه لكم على طول الثلاث زرعات برضو الكيوت الصغيرين دول بيتبعوا مع بعضه هما الثلاثة بميتين تسعة وسبعين جنيه بس هما جودات هناك يا بنيت على فكرة والثلاثة بيتبعوا مع بعض بيتبعوا مع بعض اوكي دي كمان جديدة بتتبع كده لوحدها بتسعة وتسعين جنيه صغيرة صغيرة لدرجة رهيبة انه كنت بشوفها في الصور قبل كده وفي فيديوهات كنت بحسبها كبيرة اتفاجأت بالحجم بتاعها البردو البوت الصغير ده شكل الفروع بتاعته والورق شيك قوي يا بنات بمية تسعة وسبعين جنيه دي بقى يعني تعتبر كده حاجة للديكور بيتحط فيها برضو زلط بتحط فيها ورد ممكن تحط فيها شمعة في الليفينج او في الحمام بتسعة وخمسين جنيه فرع الورد الكيوت الجميل ده يا بنات شيك قوي 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 يعني رائع بصراحة عجبني جدا بتسعة وخمسين جنيه اما تجيبي كده 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 واحدة كده مع بعض تحطيهم في زهرية حيبقى شكلهم شيك قوي الورد المجفف ده بقى الوان مختلفة بجون بيتي بتسعة وتسعين جنيه هنا برضو الظهرية دي يعني معروفة هناك كانت من فترة لسه نازلة يعني شكلها شيك قوي برضو تحط فيها ورود خصوصا لو اشتريت اوكي ورد كده هيبقى حلو قوي فيها بتسعة وتمانين جنيه او ممكن تحطي فيها زي ما انتم شايفين كده الورد المجفف الرفوف الديوكورية بالوان مختلفة موجودة هناك ابيض وبيج وفيه اسود على حسب طبعا المقاس اللي انت عايزاه الشكل والمقاس ده كان بمتين تسعة وسبعين جنيه هو صغير قوي قوي المساحة او الممساحة بتاعة ايكيا برضو معروفة هناك المطاط بتاعها يعني كويس قوي بيسحب المياه حلو قوي قوي للرخامة بقى للازاز بتاع عربية بتسعة وخمسين جنيه تسحب بيق المياه برضو من على الازاز بتاع البلاكونات ازاز اروميتال بتاع شبابيك حلو قوي هتنفعك شايفين بقى النجفة الجميلة دي بستلاف تلتمية تسعة وتسعين جنيه برضو نفس الشكل كده اللي هو زي فانوس كده كده ارضي برضو نفس التصميم بتاع النجفة بقى الفين كده وشوية مش شايفها كويس بحاول على قد ما قدر اجيب لكم الاسعار بس هي بعيدة قوي علي وعالية واختوك سيارة فعلى قد ما بقدر بقى بلقط لكم السعر الاشكال بس بتاع النجف يعني يعني عايزاكوا تاخدوا بالكم منها على اساس ان انتو حتى لو شفتوا الاشكال دي في اي محلات نجف تانية او اي سطور تاني في نجف اي تشوفوا الشكل اي علشان تجيبوا زيه بالضبط وده على طول بيبقى تريند يعني حاجة اي كيا كلها والمنتجات كلها بتبقى شيء جدا اللمبادير هناك برضو اي في اشكال كتير هناك فضي وفي دهبي وفي الشابو بتاعه بيبقى ابيض وفي الوان يعني المفروض اي سعر وباقي الجسم بتاع اللمبادير بسعر تاني يعني هنا الشابو بسبعمية تسعة وسبعين والعمود بتاعها من تحت بألفين وشوية في منها بقى اللي هو مزرقش كده او مكاشكش الشابو بتاعه وفي اللي هو سادة وفي الاباجرات الصغيرة اشكال برضو مختلفة وكل واحدة بسعر برضو الشابو بسعر وباقي الجسم بسعر تاني دي برضو لمباديرا بس بشكل مختلف اباجرات بقى الوان جميلة جدا على حسب طبعا لون الاساس بتاعك وقت النون بتاعتك على حسب اللون بتاعك دهان الحوائط كمان فيه كمان ناس او عرايس لسه جداد بيحبوا يجيبوا الاباجرات على حسب كمان الفرش بتاع السراير يعني هي ازواء النجفة اللي هي على شكل وردة كده وليها اوراق كده دي بناد عندي حلوة قوي بس كنت جايبها طبعا من زمان مش دي اللي جنبها الاولانية ايوه هي دي عندي حلوة جدا جدا الباقي ده بقى اشكال تانية مختلفة وبرضو مش عارفها اجيبلكم الاسعار بصراحة عليين جدا علي شوفوا الشكل بقى انا قربت لكم اكتر حاجة هو 3000 وشوي على قد مقدر برويزي الصور هناك باشكال وانواع مختلفة واحجاب مختلفة يعني الحجم ده بمية تسعة وسبعين جنيه بميتين تسعة وثلاثين جنيه البرواز اللي هو العريض ده يابانات والحجم ده بمية تسعة وسبعين جنيه برضو بيتحط على مثلا شوفون يرا يتحط على مكتب اي حاجة يعني اشكال مختلفة طبعا ولا مش عايزة اطول قوي في البراويز لان احجام كتير واشكال كتير مختلفة ده كان اصغر واحد بتسعة واربعين جنيه ظهر كده بيبقى كرتون انا عندي منه كذا واحد عملالهم طاقم كده على الحيطة معلقاهم حوالي تسعة او اتناشر تقريبا في مصور كده جنب بعض بيدي شكل ديكوري حلو قوي زي ما انتو شايفين بقى كده الاسعار والاحجام اللي راح بقى اي كي قبل كده عارف ان في كل مكان تلاقي كل حاجة مفيش حاجة معينة في مكان معين يعني الزرعة دي قبلتني برضو صغيرة كده وحلوة لقيتها بتسعة وتسعين جنيه بس هي صغيرة قوي يا بنات بس هو يعني متفرع كده الزرع اللي فيها الاخضر ده كده فعمل شكل كده شوية انما هي صغيرة جدا جدا يعني اصغر من كاف اليد ده بقى بيبقى شكل اما عدت ارتحت شوية بنات اللف هناك بيتعب جدا يعني مش قادر اقول لكم فقعدت شوية صورت لكم كده للسطور كده شكله بيبقى عامل ازاي عبارة عن طرقات كده مليانة بضاعة بالكاراتين بتاعتها شايفين شكله ايه يعني لما رحش ايكاية قبل كده يشوف المنظر كده بتاعه كأنه مصنع يعني الاطباق البلاستيك دي كمان يا بنات حلوة قوي لو عندك اطفال ياكلوا فيها شك جدا غير انها صحية ويعني غويتة كده تاخد كمية اكل حلوة الستة مع بعض ب 119 جنيه الوان بقى مختلفة زي ما انت عايزة ان شاء الله هيكون فيه اجزاء تانية لايكيا اعملوا لايك بقى دلوقتي يا حلوة لان انا بحب افكركم علشان عارفة انكم بتنسوا ولو شايفين ان القناة بتاعتي مفيدة رشحوها لاصحابكم وقريبكم كلكم بنات محترمة وباشكلكم جدا جدا على الكومنس الجميلة اللي انتو بتكتبوها لي مشاء الله يربي يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف كده على قلوبكم بس لأول مرة تشوفيني بقى انزلي اشترك في القناة دلوقتي لغاية ما قابلكم الفيديو الجاي على خير خلوا بالكم من نفسكم وكل سنة وانتو طيبين يا حلوين